صورة اليوم التي أثارت جدلاً في الولايات المتحدة وخارج الولايات المتحدة ارتدى الرئيس جو بايدن قبعة حمراء تحمل اسم ترامب وذلك خلال فعالية في مركز للإطفاء في مدينة شانكسفيل بولاية بنسلفينيا حيث تحطمت طائرة الرحلة يونايتد 93 في 11 سبتمبر 2001 المشهد أغرب من الخيال دون شك كيف يمكن للرجل الذي هو الديمقراطي رقم واحد الآن قولاً واحداً الديمقراطي شيخ الديمقراطيين يمكن أن نقول أنه شيخ الديمقراطيين جو بايدن والرئيس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي الرجل الذي يدعم كمال هارس في مواجهة دونالد ترامب كيف يمكنه أن يرتدي هذه القبعة؟ المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس قال إن ذلك يمثل بادرة ودية قدم له أحد أنصار دونالد ترامب القبعة فرد عليه بالقول بنفس هذه الروح ينبغي على الرئيس أن يعتمر قبعة ترامب فاعتمرها الرئيس لفترة وجيزة المهم هذا الكلام لم يقنع الكثيرين هذه اللقطة عجز المحللون عن تفسيرها في حقيقة الأمر زميلي بكر الشرقاوي اجتهد اجتهادين قال إنه إنما جو بايدن يمزح أو يسخر أو هذا هو الاجتهاد الثاني أو أنه غاضب من كمال هارس وممن أطاحوا به من السباق الرئاسي ويحاولوا أن يطعنهم في ظهورهم بتصرف من هذا النوع لدي تفسير مختلف بعض الشيء تفسيري هو أن هذا الرجل الذي يختتم حياته السياسية يريد أن يترك ما يسمى بالليجسي في الولايات المتحدة الأمريكية يريد أن يترك وراءه ميراثا سياسيا ما ما الميراث الذي يريد هذا الرجل الطاعن في السن والذي أنضى معظم حياته الطويلة هذه في خدمة السياسة الأمريكية بمختلف أوجهها ما الميراث الذي يريد أن يتركه؟ ميراث الوحدة يريد أن يقول للشعب الأمريكي هأنذا أعتمر قبعة دونالد ترامب دونالد ترامب ليس عدوي إنه منافسي لكنه ليس عدوي وهؤلاء الذين يناصرون دونالد ترامب يظلون من الأمريكيين المخلصين الوطنيين الذين أحترمهم وهأنذا أرتدي شعارهم أنا لست محبوسا في زنزانة الديمقراطيين أنا رئيس كل الأمريكيين لعل بعضا من هذا هو ما دار في ذهني جو بايدن وهو يعتمر قبعة مكتوبا عليها ترامب